بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله في حلقة اليوم سوف نعرف باستخدام مكتبة ننباي كيف يمكن القيام بعملية الفرز سواء الفرز التصعدي او الفرز التنازلي وكيف يمكن ايجاد القيم الغير متكررة وايضا كيف يمكن ايجاد القيم المتكررة وكذلك ايجاد القيم المشتركة بين المصوفات وبعضها ايجاد القيم الغير مشتركة ايضا بين المصوفات وبعضها اولا بنكتب الامر التالي بنكتب هنا import numpy as np طبعا انا هنا بعطي اسم الياس نيم اسم مستعر هنا لننباي هو np لتسهيل كتابة الاكواد بدلا من كتابة numpy بعدها انشئ المصوفة الاولى بعطاها هنا اسم متغير array when تساوي np.array وبعدين بضع هنا square brackets واضع قيم هنا ولتكن على سبيل المثال 5 اربعة ثلاثة اثنين واحد كومة زيرو وبعدها هنا بنقوم بعملية الفارز ووضع عملية الفارز او القيمة النتيجة من عملية الفارز في مصوفة اخرى ولتكن مثلا على سبيل المثال array 2. array 2 ده هيكون اسم متغير للمصوفة الثانية بنكتب هنا np.sort باستخدم هنا method sort وافتح قوس واضع اسم المصوفة المستهدفة من عملية sorting وهي array 1 طبعا هنا هيقوم بعمل sorting اي فارز للمصوفة رقم array 1 رقم واحد وحيخزن هذه القيم في array 2 وبنكتب هنا print يعني اطبع لي array 2 وبعدين run نضغط run هنا ام بعملية sorting تصعودي للمصوفة الاولى array 1 طبعا القيم هنا كان للتنازلية 5 4 3 2 1 0 هنا ام بعمل sorting تصعودي 0 1 2 3 4 5 كما نرى بنضع هنا square brackets وبنكتب هنا كله معناها جميع الصفوف كله اخرى معناها جميع الاعمدة وبنضع هنا القيمة واحد موجب دي ايضا معناها الفارز يكون تصعودي زي ما عملنا الخطوة السابقة لكن هي كان عاملها افتراضيا نضغط هنا run هيعمل لي 0 1 2 3 4 5 يعني ممكن انا استغنى عن هذا الجزء وحيعطي نفس النتيجة لانه هو بيعمله افتراضيا 0 1 2 3 4 5 لكن هذا الاوبشن هيصبح له اهمية لو انا عايز الفارز يكون تنازولي ان انا اضع هنا minus 1 القيمة minus 1 معناها اعمل لي فارز تنازولي للصفوف والاعمدة نضغط هنا run فهيعمل لي هنا فارز تنازولي بيكتب هنا القيمة الكبيرة اولا وبعدين يمشي بالتدرج ويكتب لي القيمة الاقل فالاقل فالاقل ده اسمه فارز تنازولي لو وضعت هذا الاوبشن بيعمل لي فارز تنازولي للصورتينج طبعا احنا كده عرفنا ازاي نعمل فارز تصعودي اللي هو ascending sorting وازاي نعمل فارز تنازولي اللي هو بنقول عليه descending sorting ننتقل الى موضوع اخر طيب لو انا عايز اجيب القيم بدون تكرار قيم بدون تكرار بنبدأ نعدل في هذا الامر وبدل ما نكتب sort بنستهدم مثل اخرى اسمها unique فبكتب هنا unique يعني هات القيم الفريدة بدون تكرار اي unique values نضغط هنا run لكي نرى النتيجة كتب لي هنا zero one two three four five القيم هنا بدون تكرار بمعنى اننا مثلا لو جينا وكررنا مثلا القيمة خمس كومة خمس كومة خمس وكررنا مثلا القيمة ثلاثة يعني كتبت هنا ثلاثة كومة ثلاثة كومة ثلاثة هنا اصبح الخمسة والثلاثة متكررة كتير نضغط run ونشوف النتيجة بدرجة اوضح يدينا هنا zero one two three four five ها هنا لم يعطي لأي التكرار له اي اهمية ولكن هنا اعطى لي القيم بدون تكرار وده بيبقى مفيد جدا لما استخدم هذه المكتبة في فرز السجلات واحصل على قيمة واحدة وده هنعرفها ان شاء الله في ال data business لما نجي نتعامل مع قواعد البيانات مهمة جدا لما احب اعمل قائمة تحتوي على بنود غير متكررة فبنستخدم يونيك اللي هو القيمة الفريدة بدون تكرار طيب افر اننا مثلا عايز القيم المتكررة يعني عايز اعرف كل قيمة اتكررت معايا كام مرة هنا بنضيف هنا اليونيك بنغضغط هنا ونضع هنا كومة وبنكتب هنا return يعني عدلية return countis يعني عدلية بالقيم المتكررة وبنضع هنا true نضع هنا option true يعني ارجع ليها بالقيم المتكررة هيصبح هنا قيمتين هو القيمة الاولى اللي هي اليو اليو اللي هي القيمة اليونيك فحنغير دي مثلا ونضع هنا يو يو معناها على سبيل المثال المتغير يونيك يعني القيمة الفريدة وبعدين هنغير ايضا ونكتب هنا countis يعني عدد مرات التكرار ونيجي هنا نقول له اطبع لي القيم الفريدة ونضع هنا print فامر اخر ونقول له اطبع لي countis القيم المتكررة ونضغط هنا run بدينا هنا القيم الغير متكررة 0 1 2 3 4 5 بدينا القيم بدون تكرار يقومونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونونون بصين هنا اربعة نجد ان تم تكرارها مرة واحدة فقط لو شفنا هنا خمسة لقينا خمسة وهنا خمسة وهنا خمسة وهنا خمسة تم تكرارها اربع مرة يبقى لو انا عايز عدد مرات تكرار القيمة هنكتب هنا الرية المستهدفة وبعدين نكتب هنا كومة وبعدين بنكتب هنا الابشن عندي او البروبيلتي ريتيرن كاونتس يعني عدلية بالتكرار طب لنفرض ان انا عايز يرجع ليا بقيمة الفهارس يبقى بنغير هنا ريتيرن ونضع هنا انتر سكور وبنختار ريتيرن انديكس يعني نعود ليا بالفهارس هنا حيرجع ليا بالفهارس وبنكتب هنا بدل كاونتس بنكتب هنا انديسز معناها الفهارس وبنكتب هنا انديسز ونضغط هنا بديني بفهارس كل قيمة يعني زيرو طبعا نرجع للمصوفة الاصلية هنا ارجع للمصوفة الاصلية عندي الخمسة عندي الزيرو دي القيمة وان طبعا لما بنجي ترتبها قال لي زيرو هنا الانديكس بتاعه ازاي لان القيمة الاولى دي الانديكس بتاعها صفر دي واحد دي اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى زيرو دا الانديكس بتاعه خمسة نيجل القيمة اللي بعدها واحد هنلاقي الانديكس بتاعها اربعة اتنين الانديكس بتاعها تلاتة اللي بعده تلاتة الانديكس بتاعها اتنين اربعة الانديكس بتاعها واحد لان دا صفر دا واحد الخمسة هنلاقي الانديكس بتاعها زيرو لانية في اول قيمة يبقى بيعود لها الاندكس قيمته في الاندكس اللي موجود في المصوفة الاصلية بيكتبها لتحت هنا اللي هو رقم المفردة الموجودة في الترتيب اللي عندي هنا بيرجع يجيب الاندكس الخاص بها في المصوفة الاصلية ده لو حبيت ان انا ارجع بالاندكس فبنضف هنا البروبيلتي ريتيرن اندكس ننتقل الى موضوع اخر بنقوم بحزف هذه الاوامر والموضوع الاخر هو انا عايز اعرف الانترسيكشن او التقاطع بين المجموعات وبعضها او بين المصوفات وبعضها باستخدام مكتبة نامباي هنا على سبيل المثال سوف انشئ مصوفتين ولتاكن المصوفة الاولى array when تساوي nb.array واضع هنا قيم بين square brackets واكتب هنا القيم على سبيل المثال 1 2 3 4 5 دي هي المصوفة الاولى وبعدها انشئ المصوفة السانية باسم متغالي array 2 np.array واضع لها قيم بين square brackets ولتكن على سبيل المثال 3 4 5 6 7 8 9 اذا انا عندي هنا مصوفتين المصوفة الاولى تحتوي على القيم 1 2 3 4 5 اما المصوفة الثانية تحتوي على القيم 3 4 5 6 7 8 9 انا عايز احصل على القيم المشتركة او التقاطع بين المجموعتين او بين المصفوفتين هنا سأضع التقاطع داخل مصفوفة اخرى وليكن على سبيل المثال نسميها array 3 او result نستخدم على سبيل المثال result كاسم متغير يساوي ونكتب هنا np.intersect1d معناها او جديها intersection for one dimension وبعدها نضغط هنا ونضع brackets ونكتب هنا اسم المصوفة الاولى وهي array 1 وبعدها كومة ونكتب اسم المصوفة الثانية وهي array 2 هنا لكي يبحث على القيم المشتركة بين المجموعتين وبعدها بنطبع النتيجة نقول print result يعني اطبع ليه المتغير الذي يوجد به نتيجة هذه العملية وبعدها نضغط run هنا بديني 3 و 4 و 5 اي ان القيم المشتركة هنا 3 و 4 و 5 هي قيم مشتركة بين المجموعة الاولى والمجموعة الثانية هنا العنصر 3 موجود بين array 1 وال array 2 وكذلك 4 بين array 1 وال array 2 وخمسة بين array 1 وال array 2 لان 1 و 2 و 3 ليست موجودة في ال array الثانية وعند القيمة 7 و 8 و 9 ليست موجودة في ال array الاولى وبالتالي هيعطي لي القيم المشتركة فقط وهي 3 و 4 و 5 ده لو حبيت ان انا اجيب الانترسكشن بين المجموعتين طيب لو عايز اجيب الانترسكشن بين المجموعتين بقيم منطقية بنغير هذا الجزء وبنكتفي بن بنكتب n و d هنا بيحول هذه القيم الى قيم منطقية مشتركة نضغط هنا run فبديني هنا القيم المشتركة بين المجموعتين لكن منطقيا بمعنى انا عندي الواحد هل هو موجود في المصوفة الثانية فبديني هنا false طبعا اعطى الاولوية للترتيب هنا r1 ثم r2 هنا فبيبي ببحث عن فهنا يبحث عن الواحد الاول اللي هو موجود في r1 هل هو موجود في r2 لا يديني هنا false هل اتنين موجودة في r2 لا يديني هنا false هل ثلاثة موجودة في r2 نعم يديني true هل اربعة موجودة في r2 نعم يديني هنا true هل خامسة موجودة في الري اثنين نعم يديني هنا true هنا بيعطي الاولوية لري وان طيب لو انا عايز اعطي الاولوية العكس يعني اقول له ابحث في القيم ري اثنين هل هي موجودة في ري وان في هذه الحالة هيقوم بيعطاء الاولوية لري اثنين هنا سوف يعطي الاولوية في البحث لري اثنين ويجد هنا يبحث اولا عن ثلاثة هل هي موجودة في الري الاولى نعم يديني true وبعدين يبحث عن أربعة هل هي موجودة في الأرية الأولى الإجابة نعم يديني true هل الخمسة موجودة في الأرية الأولى يقوم يديني true هل الستة موجودة في الأرية الأولى يديني false لأنها ليست موجودة هل السبعة والتمانية والتسعة موجودين في الأرية الأولى الإجابة ليسوا هنا موجودين هذه القيام ليست موجودة في الأرية الأولى فبالتالي حيديني هنا false 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 ده لو حبيت ان انا اوجد القيم الموجودة بين مجموعتين انترسكشن بطريقة منطقية فبدل ما نكتب انترسكت وان دي فبنكتب ان وان دي يحول القيم المشتركة الى قيم لوجيكل الى قيم منطقية ده كان بالنسبة للانترسكشن لو انا عايز اجيب اليونيون الاتحاد بين المجموعاتين لو انا عايز اجيب هنا بنغير الجزء ده وبنكتب يونيون يعني اوجد لي الاتحاد الاتحاد زي مثلا فريق الكرة لما بحب اعمل عند فرقتين وعايز اضمهم لفريق واحد هنا بنعمل رن يقوم هنا يعمل اتحاد بين المجموعة الاولى والمجموعة الثانية كما نرى هنا بيضم بيعمل ميرجنج هنا بيضم اعضاء الفريق الاول لاعضاء الفريق الثاني حتى لو كانت القيم متكررة يعني مثلا انا عايز اكرر القيمة دي مثلا خمسة خمسة وعايز اكرر القيمة دي مثلا هنا ستة وهنا ستة وعايز اكرر مثلا هنا تسعة وهنا تسعة هل يطار القيم المتكررة دي هيكررها الإجابة لا هيعملها يونك يعني هيجيب القيم هنا يضمها على بعض القيم الأولى والقيم الثانية ولكن بدون تكرار نضغط هنا run هنا أعطى لي القيم بدون تكرار يعني ضم أعضاء الفريء الأول وأعضاء الفريء الثاني لكن بدون تكرار ده لو حبيت أننا أعمل يونيون أعمل يونيون يعني اتحاد بين الفريقين ننتقل الى موضوع اخر لو انا عايز اجيب الاختلاف او الديفرنس بين المجموعات هنا بغير هنا هذا الجزء بس بترك وان دي كما هي او ممكن احذف هذا الجزء كده احذفه هنا واكتب ست ديفرنس يعني اوجد لي الاختلاف بين المجموعة الاولى والمجموعة الثانية وبكتب هنا مثلا الري وان وهنا مثلا على سبيل مثال الري 2 بكتب هنا المصوفة الاولى والمصوفة الثانية لكي يبحث عن الاختلافات بينهم وندغط run هنا حيدور على الاختلافات ويجد الاختلاف بين المجموعة الاولى والمجموعة الثانية هي واحد واثنين طبعا هنا اعطى الاولوية للمجموعة الاولى يعني قلت له ابحثة عن القيم الموجودة في الري وان هل هي كلها موجودة في الري اثنين وجد ان القيم عندي تلاتة واربعة وخامسة موجودين بالفعل في المجموعة الثانية لكن واحد واثنين ليست موجودة طيب افرض ان انا هنا طبعا بقوله في المبدأ الرياضي دي المجموعة الاولى ناقص المجموعة الثانية الري وان ناقص الري اثنين طيب لو انا عايز العكس فبكتب هنا الري اثنين و الري واحد هنا بيوجد الاختلاف هنا الري اثنين ناقص الري وان معناه ابحث عن القيم الموجودة في الري اثنين هل هي موجودة في الري واحد نضغط هنا فبدييني هنا سبعة و تمانية وتاسعة هنا لان عمل لي الري اثنين ناقص الري وان هنا وجد الديفرنس بين المجموعات طيب ننتقل الى موضوع اخر لو انا عايز القيم المختلف عليها بين المجموعاتين طبعا بنحذف هذا الميسود ونكتب ميسود جديدة فبنضغط هنا دوت وبنضع هنا ست يعني ضع لي هنا اكس اور اكس اور وان دي زي ما احنا شايفين اكس اور وان دي بيديني هنا القيم التي توجد في كل مجموعة مختلفة عن الاخرى نضغط هنا run اداني هنا واحد واثنين ودول اللي موجودين في المجموعة الاولى واعطاني هنا ستة و سبعة و تمانية وتسعة هنا دي هي اللي بتختلف بها المجموعة الثانية عن الاولى يبقى هنا نعرف لو انا عايز اجيب الاختلاف بين المجموعتين يعني العناصر المختلف عليها هنا فبدييني هنا واحد واثنين دي موجود الاختلاف الموجود في عناصر المجموعة الاولى لكن ستة و سبعة و تمانية وتسعة دي عناصر الاختلاف الموجود عليها دي عناصر الاختلاف الموجودة في المجموعة الثانية يبقى لو انا عايز المجموعات او العناصر المختلف عليها في كل مجموعة هستخدم المسود ست اكس اور وان دي ده كان بالنسبة لبعض الميسوز اللي أنا باستخدمها لفرز المجموعات وإيجاد قيم المشتركة وغير المشتركة وإيجاد القيم الفريدة وكذلك إيجاد القيم المختلف عليها وكذلك إيجاد الفرق بين المجموعاتين وما زال هناك المزيد إن شاء الله في الحلقات القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة